عايز اقول لكم النهاردة كمان يوم حافل بالمواقف الاهلي في ثلاث خطابات مهمين جدا بيضع النقاط على الحروف الساخنة والملتهبة بعد ما حدث في ام درمان ومباراة الاهلي والهلال بدأ الاهلي بخطاب الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم شاكيا تجاوزات نادي الهلال في هذه المباراة اقول لكم نص هذا الخطاب المهم المرسل للاتحاد الافريقي تقدم النادي الاهلي بشكوى الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني بسبب ما تعرض له فريق الاهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الاخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة للعبة كرة القدم ذلك قبل واثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطول الدوري ابطال افريقيا جاء في شكوى الاهلي اثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهر الزرقاي ومجمع الماضي قام بعض مشجع الهلال باقتحام الملعب وقصف الالعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعينة الاجسام المقزوفة وتدوين الواقعة في تقريره رغم قرار الكاف باقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري نظرا لعدم توفر شروط السلامة في هذا الملعب وابلاغ النادي الاهلي بذلك الا ان نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على الف متفرج من جماهيره بحضور المباراة كما انه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال امنة ولائقة لفريقنا وكذلك اغراق غرفة ملابس لعب الاهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة وبيضيف بيان الاهلي او مذكرته للانتحاد الافريقي عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج احد لاعبيها اثناء المباراة قام احد افراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الاهلي محمد عبد المنعم باحدى الادوات الطبية وترتب على ذلك قيام حكم المباراة باشهر البطاقة الحمراء له وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيا الا انه اصر على البقاء على مقاعد بودلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه اثناء خروجه عقب نهاية اللقاء قام احد افراد الطاقم الاداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي اللطفي واخر منهم اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد كل البعد عن الاخلاق الرياضية لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار الكاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الاهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبنا اثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي وهو سيناريو تكرر مرات من قبل وتعرض لعب الاهلي للخطر في مباراة سابقة اقيمت بين الفريقين بالسودان يوم واحد اثنين عشرين عشرين عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة ورفض النادي الاهلي التصعيد في ذلك الوقت حرصا على العلاقات الطيبة بين الاندية والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب الامر متكرر والتجاوز فاق كل الحدود ننتظر تدخلكم العاجل وتضيق اللواح والقوانين حرصا على نجاح مسابقات الكاف بص يا سيد إبراهيم المشكلة الكبرى في هذا الامر عندما يحدث الاعتداءات والتجاوزات من الجماهير بتبقى يقولك ما احنا صعب ان احنا نتحكم في الجماهير ونشور على حد طيب ورغم ان المبرامة غير جماهير حاضر جماهير قدرت بألف شخص ولكن الكارثة الحقيقية ان من قام بالتجاوزات والاعتداءات ورفض تنفيذ قرارات الحكم حتى عندما اشرت البطاقة الحمراء ورصد الامر في التدريب قبل المبرامة يوم انه تم الاعتداء على الاهلي في أثناء التدريب امر قام به مسؤولون هنا احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نلم الامور قبل المباراة تصورا ان في قدر ادنى من المسئولية لم يتخيل اي متشائم ان يكون الانفلات من المسئولين داخل الملعب طب مين الوفر الامر المال يعني اذا كان هذا الامر يحدث من المسئولين احنا يعني كنا نتمنى الا يعني يكون هذا الامر سببا في التصعيد ولكن علينا نفرق دائما بين المسئولين الغير مسئولين في بعض الاندية وبين الجماهير بشكل عام او ما نكبراش لدرجة نقول يعني الشعب هنا وهناك وزيما في ناس عايزة تستثمر هذا الخروج الفج عن الروح الرياضية ضد النادي الاهلي فيه يعني صورة اكبر في العلاقات بين الشعوب وهو امر متكرر للأسف لكن ارجع اقول لك هو المسئولين انك ايه اللي خلمت ماده شعوره من الاهلي يتخان هنا في مصر من اعلامه من بعض الناس اللي المفروض يقفوا في ظهر النادي الاهلي لما يجي لك واحد يعمل معاك مداخلة رد يا اخي غبت الاهلي هوجيب حد من الاهلي يرد انما الصمت اذا اتهمات غير مفهومة هذا خبول ومعناها انك بتقول الناس خلاص الاهلي وشأنه حنيجل داء لانه هي اجزاء برضو مهمة جدا ومتداخلة الاهلي لانه الامر يتعلم بسياسة او بعلاقة بين دولتين شقيقتين بينهم من الروابط التاريخية ما يكفي لكن كمان الخروقات والتجاوزات فيها من الخروج ما يكفي ما يكفي اوي وزيادة يعني بالضبط ولا يمكن قبوله ولا يمكن تمرينه باي حال من الاحوال يعني واذا رأيت اليوبا ليس باردة اه الباية معروف صحيح فالنادي الاهلي كمان حرص على وضع وزارة الخارجية في الصورة ورفع مذكرة ايضا اليوم الى وزارة الخارجية الى سيد معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية يشكو فيها التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها فريق الاهلي ولعبوه وجهازه من الفني قبل واثناء وبعد المباراة اللي جرت السبت الماضي في ام درمان سرد الاهلي في مذكرته الى وزير الخارجية كل تفاصيل الاعتداءات التي جرت سواء اثناء المران الوحيد للفريق في السودان بالالعاب النارية وما تعرض له لعبو الاهلي وجهازه من الفني والاداري وافراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء سواء من الجماهير التي تم السمح لها بدخول المباراة بالمخالفة لقرار الاتحاد الافريقي باقامة اللقاء بدون جمهور لعدم توفر شروط السلامة التي حددها الكاف في ملعب الجوهر الزرخاء او التجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من افراد الطاقم الاداري والطب لفريق الهلال بحق لعب الاهلي قال الاهلي في مذكرته السيد وزير الخارجية ان النادي في هذه المذكرة بيأكد على ان السفير المصري في السودان السفير هاني صلاح بزل جهودا كبيرة مع البعثة وشاهد ووثق كل الاحداث التي سبق ان تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في اعوام سابقة ورفض الاهل التصعيد حرصا على العلاقات الطيبة بين البلدين مؤكد فيه حرص وحرص مسؤول ولكن مؤكد ايضا انه لا يمكن التفريط في حق النادي الاهلي بهذه الصورة طالما ان اللي قدامك مش مسؤول لازم يتحمل مسؤوليته يعني مسؤوليت تصرفاته هو ما عندهش مسؤولية تحملها لكن يحاسب على تصرفاته لان الحقيقة موقف مش مفهوم قوم الهلال يعني هو انت في ايه لانت في النت دي يعني موجود ولانت في حتى لو كسبت حتى لو عملت وعمر الاهلي ما اسألوه في حاجة وبعد بالعكس بيستقبل هنا على كل الرحب والسع والله العظيم تلاتة منه بين الاهلي الكل اللي احضره تهدير في التسعينات كانت بتيجي النادي الاهلي كنا برشحلاء مدربين يروح يضربوهم وكانوا بيجوا في النادي الاهلي عشان هو ده بيتهم اللي كانوا بيجوا احضروا فيه مين بقى البيه المسؤول اللي عمالي يضع السم في العسل او هذه التصرفات المشؤومة بقالوا كذا سنة ليه وراك ايه عايز توصل لايه وراك حاجر طبعا ده وضع مش طبيعي الوضع ده مش طبيعي على العكس منه مسؤول المريخ الحقيقة لأن السنة اللي فاتت الاهلي استضاف نادي المريخ ومبرياته في القاهرة وكان فيه كل الاحترام والتقدير اللي كان ظاهر جدا على تصرفات وتصريحات مسؤول المريخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة